مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد وأيضاً بتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة وفي مثل هذا الوقت من السنة وبشكل عام تقصر بيئي دافي مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هذا اللون الأحمر سيسيطر على المملكة خلال يوم الأحد والاثنين والثلاثاء حيث أن هناك كتلة هوائية دافئة نسبياً ستؤثر على المملكة وبالتالي يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأحوال الجوية المتوقعة متوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة في البداية لكن بعد منتصف الليل تميل الأجواء إلى البرود ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية وأثناء الليل أيضاً تقل سرعة الرياح بحيث تكون بحدود 9 إلى 10 كيلومتر في الساعة والرطوب إلى حد ما معتدل إلى مرتفع نسبياً حوالي 76% الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون حوالي 23-24 العظمى والأجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب العالية وأيضاً الصغرى بحدود 15 درجة إذن درجات الحرارة يوم الأحد على من معدلاتها ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية الاثنين أيضاً ارتفاع آخر على درجات الحرارة لكن الاثنين تكون الأجواء غائمة جزئياً في فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب الجنوب الشرقي من المملكة والمناطق الشرقية من المملكة هناك احتمال لبعض زخات متفرقة خفيفة لفترات محدودة وفي أماكن محدودة في وسط المملكة العظمى المتوقعة يوم الأثنين حوالي 24 إلى 25 والصغرى بحدود 17 أيضاً درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والأمطار تقتصر بشكل رئيسي على المناطق البادية بشكل عام الثلاثة أيضاً ارتفاع آخر على درجات الحرارة بتكون العظمى ما بين 25 إلى 27 في عمان أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئياً أيضاً تبقى فرصة سقوط بعض الأمطار في المناطق البادية خاصة الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة والصغرى بتكون بحدود 17 دارية إذن معظم الأيام الأحد والاثنين والثلاثة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية إربد 27-17 عجلون 26-15 جرش 27-18 والمفرق 26-16 أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئياً ودافئة نسبياً ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح المنطقة الوسطى البلقاء 23-16 مأدبة 23-15 عمان 23-15 البحر الميت أجواء دافئة إلى حارة نسبية 32-22 والزرقاء 26-16 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أيضاً أجواء مشمسة الكرق 25-17 الطفيلة 21-16 الشراح 20-14 ومنطقة معان 26-16 وخليج العقبة حارة نسبياً العظمى حوالي 35 والصغرى 22 درجة مئوية المنطقة الشرقية أيضاً أجواء مشمسة بشكل عام الأزرق 28-18 معتدلة بالنهار رطيفة بالليل الصفاوي 27-17 وارويشن 27-17 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمن الله ورعايته النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري